تعال استعرض مع حضرتك جملة من القطاعات الاستراتيجية الحساسة التي باتت الامارات تسيطر عليها داخل مصر نشوف مع بعض قطاع الموانئ والنقل البحري عد بقى سفاجة والعين السخنة ومش عارف ايه وايه وايه وحق انتفاع 30 سنة لا 25 سنة لا 15 سنة صناعة الدواء شركات ادوية لا حصرة لها سيطرت عليها الامارات واشترتها بالكامل قطاع الصحة اكتر من 15 مستشفى خاص سيطرت عليها الامارات معامل التحليل زي البرج والمختبر شركة ابرك كابتال الاماراتية اللي جات سيطرت على كل حاجة في معامل التحليل الامارات تسيطر عليها في الاتصالات في السياحة الفنادق التاريخية الشركة الاماراتية اللي هي ابوظبي القبضة اللي خدت جزء من شركة ايكون بتاعت شام طلعت مصطفى اللي اشترت سبع فنادق تاريخية وقبلهم مجموعة فنادق اخرى خلى في حوزة ابوظبي القابضة اللي هو صندوق الامارات السيادي 15 فندق تاريخي في مصر البنية التحتية الطاقة الامن الغذائي الزراعة شركة الضهرة اللي بتزرع في تشكة مئات الالاف من الفددين بالمياه بتاعتنا واحنا بنشتري منها في التكنولوجيا المتطورة في التعليم مدارس خاصة لا حصرة لها ولا عدد لها الامارات واخدروا خاصة انها تبنيها وتشرف عليها في التدريب المهني في النقل والمواصلات في الاراضي والعقارات اقول لحضرتك حاجة قبل مختم بمجموعة اسئلة لها علاقة بالامن القومي المصري في سبتمبر 2020 عقدت دولة الامارات العربية المتحدة اتفاقا سمية باتفاقية ابراهام او الاتفاقية الابراهيمية مع الكيان الصهيوني مع دولة الاحتلال الاسرائيلي تحت سمع وبصر واشراف ومباركة دونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق هذه الاتفاقية نصت على تطبيع شامل بين الامارات واسرائيل بعدها باشهر كان هناك ملحق اقتصادي بهذه الاتفاقية الابراهيمية سمية باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الامارات واسرائيل هقول لحضرتك على حاجة انا هقرى لحضرتك دلوقتي عشان بس الكلام يبقى بالنص هقرى لحضرتك دلوقتي الجزء اللي في مقدمة اتفاقية الشراكة الشاملة اقتصاديا بين الامارات واسرائيل بص يا سيدي خلينا نشوف الصفحة الثالثة اها في التعاون الاقتصادي انا قررتك دلوقتي المجالات اللي الامارات موجودة فيها في مصر مش كده بص بقى معايا وتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الامارات واسرائيل المزيد من التعاون في المجالات الحيوية مثل ركز معاي الرعاية الصحية الامارات موجودة في مصر فيها الطاقة الامارات موجودة في مصر فيها الزراعة الامارات موجودة في مصر فيها التكنولوجيا المتقدمة الامارات موجودة في مصر فيها يعني اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الامارات واسرائيل نصت على اربع او خمس مجالات الامارات مسيطرة عليهم في مصر بكرا انت ضامن ان اسرائيل ما تكونش موجودة في المجالات دي انت رد علي انا معرفش انت قولي انت ضامن حاجة زي كده او مش ضامن لو ضامن قلنا ازاي لو مش ضامن فدي مصيبة سودة فانت بتسلم الامن القومي بتاعك لاسرائيل فده قرارك يا جماعة لو انت مؤيد لعب فتاح السيسي الف مبروك يعني الراجل بيجيب لك اسرائيل على طبق من دهب عن طريق وسيط اماراتي طيب تعالوا نطرح مجموعة اسئلة مهمة الحقيقة نختم بها الفقرة دي في موضوع الامن القومي المصري هيحصل ايه لو مصر اختلفت مع الامارات في رأس الحكمة ده سؤال هيحصل ايه لو استضمنا مع سومالي لند لو ما الامارات عرضت تدخل مصر هناك لو استضمنا مع اثيوبيا الحاجات اللي كنت بقولها لك الامارات من المستثمرين لهناك هل الامارات هتفرض على مصر قرارها السيادي والاقليمي الجزء اللي بتكلم معاك فيه الشراكات الاماراتية الاسرائيلية وضعها ايه هل احنا نقدر نمنع اسرائيل عن المشروعات دي بموجب شراكتها مع الامارات هل السيسي خلاص رهن سيادته وسيادة مصر ليه الامارات ولا لا الاول اجيال القادمة هيبقى وضعها ايه دي مجموعة من الاسئلة المهمة اتمنى على كل مواطن مصري مخلص انه يفكر فيها ايا كان موقعك من السلطة فيه ناس تقول لي اصامة انت بتكرر الكلمة دي كتير ليه لان احنا الحقيقة مش بنتكلم في ملفات معارضة الحقيقة انا عشان اكون صريح مع حضراتكو انا مش بتكلم بقالي فترة في ملفات لا علاقة بالخلاف السياسي لا حم نتكلم على ملفات تمثل امن القومي المصري تمثل حضرتك وانا وولادك وولادي واحفادك واحفادي دا لو ربنا يعني ادنا طول طول عمر وشوفنا احفادنا فحم نتكلم على اجيال اجيال مصرية طلعة الان تتعرض مواردها يتعرض وطنها للخطر هذا النظام بات خطرا على الامن القومي المصري مش خطر على فصيل ولا خطر على شعب لا لا دا على الامن القومي المصري يعني ايه الامن القومي المصري يعني الوطن يعني البلد يعني الارض يعني الموارد يعني التاريخ يعني كل حاجة النظام دا بيسلم كل حاجة لها علاقة بقرارنا السيادي لدول اخرى ايا كان اسم الدولة الاخرى الامارات السعودية قطر الكويت اسرائيل ايا كان اسم الدولة الاخرى مصر اكبر من ان قرارها السيادي يتسلم لأي دولة اخرى عشان شوية فلوس شوية فلوس ليه لانه نظام فاشل بيحكمه سيء الذكر عبدالفتاح السيسي افقرنا وافشلنا وخلت اجربته فاشلة لدرجة ان احنا دلوقتي بنسلم قرارنا السيادي للامارات